بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه دا عندما تضيق الأمور ويجد الإنسان نفسه أمام خيار الموت أن يعلم أن ليس الأجنبي البعيد يتآمر عليه لقتله إنما حتى القريب يتآمر عليه لقتله والخلاص منه فالرسول عليه الصلاة والسلام وجد نفسه في هذا الموقف أنه قد وصل إلى آخر المسارات مع قريش وأن قريش تفكر في الخلاص منه عبر إنهاء دعوته بقتله عليه الصلاة والسلام هذه الفكرة مجرد الفكرة أن الإنسان يجد نفسه محاصرا من قومه يطلبون رأسه لقتله مجتمعين كوحدة واحدة ليس بالأمر الهيي والأمر النفسي فكيف بسيد من أسياد القوم وشامة بين الأمم يجد نفسه في هذا الموقف الصعب أن القوم يأتمرون لقتله وأنهم يبحثون عنه ويختارون الطريقة التي سيقتلونه بها والقصة معروفة عندما اختاروا من كل قبيلة الرجل لأن ينتظروه عند الفجر ثم يغيروا عليه فيقتلوه في مرقده ليست الفكرة في القصة معروفة وليست الفكرة في قضية أن هذا حدث خاص بالرسول فالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وأصحاب الأفكار الكبرى معرضون لمثل هذه التهديدات باستمرار هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعيش اللحظة كاملة والقوم يأتمرون به والله سبحانه وتعالى يخبره بما يحدث منهم ويعينه على الخروج من بين أيديهم لكن أن يعيش الإنسان فترة من عمره يترقب أن يغتال من قومه ليست أمرا يسيرا فأين نجد القدوة في مثل ذلك نجدها في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يردو الله واليوم الآخر وإلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته